من حيث الخطاب والسلوك السياسي يعني بغض النظر عن الآلية خطاب الحلبوسي تجاوز ما قال إحنا مهمشين ولا مرة سمعت قال إحنا مهمشين ومقصيين ومحافظاتنا منكوبة وممحشة راح سوى أشياء على الأرض مباوع لها لكن كل المساحة السياسية الأخرى بعدها لليوم تتحدث عنه متزين باختصر اللقاء بس على سيد الحلبوسي لا والله راح أغادر لا والله راح أغادر لا يعني أنا مختصر على الحلبوسي مختصر على الصراع بين العزم و هذا آخر سؤال هو تنافس هو تنافس انتخابي وهذا حق طبيعي وكل القوام بينها تنافس انتخابي احنا نعمل فيه ساحة واحدة وهي محافظاتنا المحرم ننطلق من عدها ويعمل بها هو إلى مرشحين وإحنا أننا مرشحين هي القضية مقضية كثيرة من عنده زملائي وأصدقائي وتربطنا حلاقة بما فيه موسك رئيس من ديس النواب هي القضية مقضية أنه أنه أكو سراع لا مو سراع أكو تنافس سياسي موجود حقيقي والكل يسعى أن يكون هو قائد لهذه المحافظات وكل من عنده برنامج الانتخاب يطرح على الجمهور وهذا حيتحدد بالعملية الانتخابية اللي موجودة مدى نزاهتها مدى قدرة استدباب الأمن توفير الظروف الملائمة للانتخابات موضوع الانتخابات النزيهة كلها عوامل عدة موجودة هل حيكون تأثير السلاح بهذه المحافظات لم يموجود تأثير السلاح وقوات اللي موجودة لأمنية بهذه البناطق كلها عوامل عدة تأديم نتاج الانتخابات والعكاسات على القوى اللي موجودة في هذه الساحة فحتى أكمل لك هي مو مسألة أنه واحد يدعي كذا ويدعي كذا هي النقطة الأساسية اللي دائماً أنا كريد أدعي لها بشكل واضح يجب أن يكون هناك اتفاق على القضايا الستراتيجية التي تعني هذه المحافظات هذه القضايا الستراتيجية تبناها قادة المكون السنية بشكل واضح بغض النظر عن الاختلافات وربما هنساني عندي خصومة أو خلاف سياسي خلاف سياسياً عقد مع أي طرف موجود في محافظتي ونلتقي للقضايا لتعني محافظتنا وباقي المحافظات